السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونضع الله سبحانه وتعالى ان يرفع الوباء والغلاء وفايروس كورونا عن مصر وعن جميع دول العالم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم الفيديو بتاعنا النهاردة عن اسباب موت الزغليل بعد الفاكس يعني بعد ما العصفورة تطلع من البيضة زي ما انتم شايفين دي دي فاجست النهاردة وانا يا فوجيت ان هي آآ ميتة بس هو اللي حصل عندنا لان انا ما كنتش صراحة بعد اليومين اللي فات لما كنت تعبان بكورونا فما كنتش مهتم بالعدد يعني ببعد مسلا العصفورة بضت متة وتفقش متة بحيث ان احنا ايا نعمل لها حاجات بحيث ان هي ما يموتوش زي كده كمان ان هي العصفورة ايا دي كوكتيل ده كوكتيل ده عمر يوم على فكرة آآ كوكتيل ده عمر يوم قد البط بتاعها آآ البطان التانيين اللي هما كانت بيضة تلاتة آآ ففجست منهم واحدة وانا مكنتش عارف انا كنت افتكر البط بايز لان هي كانت بيضاء على آآ ولادها وكان لسه ولادها ما طلعوش فكان آآ طبعا انا قلت اكيد البط ده هي ببابايز لان ما بيها ان هي في عصفير او في زغليل لها مسلا عايزة تطفطم وكان لسه بتوكلهم وهي راح اتبضت تاني فدي من المشاكل برضو ان هي العصفورة لما بتبيض على آآ العصفير يعني وهي لسه ما فطمتش باجل الصغيرين يعني قبل ما تفتم تروح والدة تاني زي الست اللي هي يا لسه ما فطمتش والاتها عمره سنة وتروح والدة تاني فطبعا بتتعب وبيتعب العيل اللي جاب له فعشان كده خاتبالك مش مفضل ان هي هي العصفورة تروح تبيض ويكون لسه عيالها زغليل آآ دي البيضة بتاعة الكوكتيل آآ والاتنان دول طلعوا كابسين برضو فعشان كده احنا هنتكلم في الفيديو ده لازباب موت الزغليل بعد الفاكس آآ وهعملكم فيديو تاني مخصوص عن كابس البيض آآ ده زي ما قلت لكم عمره يوم لو حد حابب يعرف آآ الكوكتيل عمره يوم هو ده آآ طب نقول ايه اسبابك اللي هو بعد الفاكس ما يطلع كده مسلا بيوم او يومين او سبوع في الغالب والغالب بيبقى اكتر حاية في طيور الكوكتيل ده بالذات آآ آآ بتحصل عنده الحياة دي اولا بيبقى العصفور الكبير بيبقى آآ حامل ميكروب السلمونيلا آآ فما بيباش آآ ظهر عليه طبعا المستحمل لان هو طار كبير آآ فلما بيجي يفجش العصفور الصغير فما آآ لما بيوكلوا او حاجة آآ بيبقى آآ بيتنجل المقروب فبيموت العصفور آآ تاني حياة ممكن العصفور يكون طالع ضعيف اصلا يعني آآ ما بيكونش قوي وعشان كده لازم يا كنا قبل آآ البيض بنبدي في تمنات وندي آآ مسلا املح معدنية وفتمنات وحمضة مينية ونوكل اكل جيد بحسن العصفور يا الزغلول اللي هو جوه البيض ده يطلع قوي. تلات حياة ممكن يكون في مقروب آآ في البيضة نفسها آآ بسلمونيلا برضو. آآ دي بيسبب لا يما موت العصفور آآ جاب للفاقس في البيضة يعني يكبس العصفور زي البطان اللي انا ورتهم لكم دول الكابس فيهم الجنين آآ يعني ميت جواها ما فجاس مش هيفجس خلاص مات جواها آآ فا او لما بيطلع بيبقى حامل المقروب آآ فعشان كده يا ما بيستحملش العصفور دوه آآ ويموت آآ برضو في حياة تاني ان هو يكون مسلا الجوز ده آآ يكون لسه اول مرة آآ اول مرة لي فما عندوش خبرة ممكن العصفورة يكون اياه فجشت بس ما وكلهاش فعشان كده ماتت فآآ ده مسلا يكون الجوز لسه اول مرة يبيض فرخ يعني اول مرة يبيض ويفجس فما عندوش آآ زي مش متعلم يعني ان هو يوكل العصفير لكن ده الجوز اللي عندي ده ما شاء الله مطلع عندي آآ ولاده زي ما انا قلت لكم اياه آآ لسه كانوا ما فطموشي وانا عزلتم يمكن من يوماين تلاتة قلت لك فاعة لكم كده آآ عشان ان ما تبوزوش البيض فأمهم يعني ومشاء الله آآ وابوهم برضو عندهم خبرة آآ دي يمكن اكتر حياة بتبوت العصفور بعد الفاكس بيوم او يوميا او تلاتة او ممكن لغاية اسبوع طب بنعمل يا العلاج يا بجا يا العلاج ما هو العلاج والحل في ان احنا آآ نتجنب موت آآ العصفور آآ آآ بعد الفاكس آآ في عدة علاجات احنا بنديها آآ بتجيب نتيجة يعني طبعا انت بتكون حافظ معاد الفاكس بتاعك طبعا في الكوكتيل بيكون اربع عشرين يوم آآ بيفجس ممكن يزيد يوم او حاجة في الشتاء آآ الزغالين للسرعة اللي بتكون طمانتاشر يوم وتفجس آآ الرز والفشر برضو بيكون في حدود اربع عشرين يوم الزبرة بيكون في حدود من خمستاشر لطمانتاشر يوم حسب دردة الحرارة الجو فانت بتبقى حاسب طبعا العصفور ده ضد امتى وهيفجس امتى وطبعا لما يكون مسلا العصفير اللي هي الغالية فطبعا بتكتب لها انت مسلا على البيضة لانك انت مسلا عصفور غالي مسلا هيجع منك مسلا سعره الف جنيه ولا الفان جنيه فكمان تخلوا بالكم في حتة زي ما لما تيجي تفتح وتخبطه وتحط يدك آآ زي ما انتم شايفين العصفير لما فتحت انا عليها فوجعت بس انا عامل حسابي آآ الزغالية الصغيرة ما شاء الله ولا قوة اللي بلاه فانا كنت حط يدي اياه من تحته بصور باااا بيد واحدة لكن انا برضو كنت عامل حساب ان هم اياه ممكن يجعوا مني آآ فكت حطي دفع عشان كده لما واجه اياه مساكتهم بسرعة آآ فبقول لكم انا آآ دلوقتي العلاج آآ هنكمل فالعلاج بتاعنا بيكون بعد الطرق اول حاجة ان احنا اول جاب للفاكس مسلا بآآ تلات ايام او خمسة ايام آآ انا بدي بس انا بجاب لها بتلات ايام بروح حطت فلاجيل آآ اللي هو شراب لاطفال مية وخمسة وعشرين آآ بحط آآ خمس نقاط في المسجاة آآ لغاية يعني من جاب لها بتات ايام مسلا اليوم مسلا الواحد وعشرين او اليوم الاتنين وعشرين بحط في المسجاة فلاجيل آآ مطهر آآ بتاع العطفال اللي هو بتاع السال دوة بس شراب عطفال عشان شراب كويس. ايو. ان انا قبل كده عامل في الفيديو عن زيادة جرعة الفلاجيل لو زي جرعة الفلاجيل بيصاب العصفور بآآ تشنجات عصبية ونباط عصبية تؤدي الى الوفاة. الفيديو ده ارجعوله فيديو حلو ومهم جدا وفي حالة انا مصورها للعصفور ان انا زيت الفلاجيل فيه. آآ فحصل له كده. آآ فانا بقول لكم شراب مية خمس وعشرين بنحط خمس آآ نجات في المسجاة آآ لمدة آآ خمس ايام بعد الفاقس. وجاب لي الفاقس بيكون يومين او تلاتة زي ما انا قلت لكم. يعني اول يعني برضو لما يفجس سيبوا حطوا على طول فلاجيل لغاية اخر بيضة بس انا زي كان اربع بضات او خمس بضات وحطوا يعني يومين تلاتة تاني بعديها مش اشكال بحاس انك انت اطهر اياه بوجو العصفور ومعدة العصفور آآ الكبير خطبالك وايه الصغير ازا كان مصابين في جراء بالسلمونيلا او اي مكروب آآ بحاس ان هم اياه آآ في نوع تاني برضو ان اسمه النستامين آآ النستاتين برضو ده آآ شراب تقريبا بتاع فطريات آآ انا صورته عموما انا فيه عامل فيديو يا يا جماعة برضو رجعوا لهم هم جدا آآ للناس اللي هي بتربع العصفير والطيور ان فيه فيديو مجمع فيه جميع الادوية والفيتامينات وهي آآ والاملح المعدنية والحياة اللازمة هتلاجوه على القناة آآ فلما اقول لكم نستاتين هتبصوا ترجع على الفيديو ده هتعرف يا شكله آآ وتجيبوا وبرضو ممكن تحطوا منه خمس نجط آآ للعصفور. برضو انا كنت بحط حاجة تاني آآ يعني لو ما عنديش دهب واحد بس يعني لحط فلاجيل آآ كان موجود عندي لان ما احط آآ ما كانش موجود عندي ولجيت النستاتين احطوا النستاتين او كان في عندي آآ تابوسين آآ آآ كابسول دوة كنت انا بحطه برضو آآ للطيور عندي جاب للفاكس آآ هي كابسولة كنت بحطها في المسجة لمدة برضو خمسة ايام زي ما نفس اللي قلت لكم عليها جاب الفاكس وبعد الفاكس آآ الكلام دل ما بقول لكم بينفع لجميع سواء ان كان عندك زغليل آآ آآ روز آآ السراء اللي بتموت منك آآ كوكتيل يعني اي نوع من انواع العصفير فانت بتديهم مطهر معوي جاب للفاكس مسلا بتلات ايام او اربع ايام آآ وبعد الفاكس بخمس ايام برضو آآ في الفترة دي كلها بتد انت الفلاجيل انا بحالين بستعمل الفلاجيل وجاب معا نتيجة ما شاء الله تبارك الله كويسة آآ وزي ما بقول لكم انت ابوسين برضو كان كويس معا جدا والنستة مين برضو جربته يعني التلاتة انواع حسب ما انت تلاجي في السوق يعني او آآ جدامك آآ وبعد الخمس ايام ما تحطش التزج مية عادية وما تحطش فيتامينات آآ للطيور دي اللي طالعوا بعد الفاكس آآ الا بعد اجل حياة خمستاشر يوم مثلا عشان لو كتر آآ الفيتامينات في هزه الفترة ممكن اياه تزل عصفور كمان برضو لما يكون العصفور عندك شغال وبيض وبتاع ما تحط لهش فيتامينات آآ وهو عنده زغليل صغيرة آآ يفضل لها لان بتخلي ان هو العصفور دي بيض وهو ولاده زي ما حصل عندنا يعني انا كان فيه بيض تحت الكوكتيل دوه دي ما شاء الله تبارك الله هو دوه كان كان لسه عنده ولاد والولاد لسه ما طلعوش من العش وانا شايفه بايد تاني فاجلت ايه الحكاة دي بايد وكان ولاده الصغيرين هما اللي بيرجدوا على البضوة هي النتابة بسيبوا البضوة لان ما فجأة عندهاش مكان اصلا في العشة آآ تنام هي والدكر فطبعا كان حصل خلبط او بلبط انا فجهت النهاردة انا قلت خلاص هو البيض بايز اطلعو اشوفو وان كان كده ايه آآ ارمي وكده ففجهت ان فيه عصفورة فاكسة آآ اللي هي وراتها لكم دي في اول الفيديو ومايت اقولت يا معجول انا كنتش متوقع خالص مساكت البقتان التانيين واللي جيتهم اياه آآ كابسين فيها البيض فقلت طبعا هو كان لازم يحصل كده لان هو آآ حصل الخلبطة وكان مسلا عندها آآ ولاد صغيرة وبيطلع منبرة وبتاعه خلبطة وبلبطة فاكيد كان اياه العصفير مش هآآ البيض ده هو مش هيطلع كويس. آآآ فدي تقريبا كل حاجة انا قلتها لكم عن ازباب موت آآ العصفير بعد الفاكس وكمان آآ كابس البيض بس هعملكم فيديو ان شاء الله جريب آآ منفارد آآ وخاص آآ عن ازباب كابس البيض وموت العصفور آآ داخل البيضة آآ جابل الفاكس ولا تنسونا في الاشتراك ودعمونا بتشير ولايك ليصلكم كل جديد آآ وتفعيل زر الجرس واللايكات ما هم يا جماعة خالص لانها بترفع الفيديو ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع الوباء والغلاء وفيروس كورونا عن مصر وعن جميع دول العالم اللهم امين ونصلي ونسلم على اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته